الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في رحاب المدينة المنورة تراب المدينة المنورة علاج للمريض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا وعن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قيس فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه فائدة في هذا الحديث الشريف إرشاد نبوي للمريض وأهله بالتوجه إلى الله عز وجل وأن من قام بعيادة المريض أو بعلاجه ينبغي له أن يدعو الله تعالى أولا بالشفاء ثم يتخذ سببا في الشفاء ألا وهو الدواء ألا ترى كيف فعل النبي بثابت بن قيس دعا له أولا بالشفاء ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث فيه بماء وصبه عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا فائدة قال جمهور العلماء المراد هنا بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على الأرض فيعلق بها شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويشفينا ببركة نبيه محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى